إلى أيام أخر على الأرجح سيتأجل موعد الجولة الرابعة من المحادثات التي كانت متوقعة منتصف يوليو الجاري بعدما لم يتحقق أي انفراج لا بل إن الأزمة احتدمت أكثر فأكثر في ضوء التصعيد السياسي والعسكري وطلب المكونات السياسية التأجيل المشاورات جرى عدم اكتراث الميليشيا بجهود الحل السلمي واستمرار التحجيد على الأرض لعل ذلك هو ما أقنع الأمم المتحدة بتجديد الدعوات لعقد المباحثات في موعدها المحدد والإجماع على أن المفاوضات لا بد أن تمر حتما عبر انسحاب الميليشيا من المدن وتسليم السلاح والسعادة الدولة والمضي وفقا للقرار 22-16 والمرجعيات الوطنية تريد الحكومة ومن ورائها التحالف العربي إعطاء الأمم المتحدة فرصة تحمل مسؤولياتها قبل الخوض في ضربة عسكرية يجري التحضير لها ضد الإنقلابيين تؤكد أيضا تمسكها بالأولويات والمرجعيات إذ كيف سيتم الانتقال من المواجهة إلى الشراكة من دون أن تستعيد الشرعية الدستورية سيادتها في البلاد أما الميليشيا فمستندة لدعم إقليمي ودولي تبحث عن أوراق ضغط لتمرير مسألة الشراكة قبل أي إجراءات أمنية إيران تساند وتدعم وموسكو متحمسة لمثل هذا السلوك الأمر الذي يبدو عليه المجتمع الدولي عاثرا في اتخاذ خطوات لحلحلة الأزمة في هذا البلد وفق مصادر أعلامية فإن روسيا للمرة الثانية عرضت صدور مشروع بيان أممي تضمن صياغات وتعديلات أدخلت بطلب من الحكومة ودول التحالف أهمها التأكيد على ضرورة استعادة الحكومة السيطرة على مؤسسات الدولة وإزالة أي عقبات وعراقلة في هذه المؤسسات قبل أي إجراء سياسي هذه الصيغة المعدلة جاءت مختلفة عن صيغة الخارطة المقدمة من الوسيط الدولي دون توفر توافق واتفاق بين المتشاورين وهو ما أرد من خلاله إسماعيل ولد الشيخ أحمد إدخال المشاورات في متاهة زمنية من القفز على الأولويات لكن الحكومة مؤخرا اشترطت تزمين المحادثات المقبلة والالتزام بالمرجعيات وتقديم ضمانات لضبط الطرف المعرقل خاصة بعد الجولات السابقة الموسومة بالمتاهة والفشل